هم المعتدي والضحية يديرون جزءاً كبيراً من مشاهد الحرب ويتركون وراءهم حاضراً لم يروا منه شيئاً إلا الحرب والسلاح ومستقبلاً ينتهي قبل أن يبدأ حين يعودون جثثاً صغيرة هامدة فالأطراف المختلفة نجحت في استقطاب الأطفال لخدمة صراعتها السياسية واقتيادهم إلى محارق الحرب آخر تقرير للجنة الخبراء الدوليين ذكر بأنه تم التحقق من تجنيد أكثر من ثلاثة آلاف طفل جندت ميليشيا الحوثي 64% منهم بفتح باب إجباري للتجنيد يتسلل من خلاله الأطفال للجبهات مستغلة غياب الرواتب ومصادر الداخل والتعصب المناطقي والطائفي التقرير أضاف أن العدد أكثر بكثير مما تمكن فريق الخبراء من التحقق منه مخزون بشري هائل من الأطفال يقدرون بالآلاف يستخدمهم الحوثيون في حروبهم الطويلة دون الاكتراث بمصيرهم المحتوم في القتل أو بأحسن الأحوال الوقوع في الأسر وسط تصاعد المخاوف تجاه استمرار التوجهات القائمة لدى مختلف الأطراف باستمرار تجنيد الأطفال بل واحتمالية دمجهم بشكل رسمي في الجيش بعد انتهاء الحرب أكثر من ستين مليون قطعة سلاح في اليمن للأطفال نصيبهم منها حين اقتيدوا قبل زمن ليس ببعيد مجندين في حرب لا يعلمون عنها شيئاً بل ولماذا أدخل متاهاتها الطويلة صغار لم يجد السلام فحاملوا السلاحة بحثاً عنه وعن حقوق معلقة عند مفترق الطرق بين قانون القوة وقوة القانون محاربون صغار يعانون حالات الإحباط وانحسار خياراتهم في بدائل محدودة لا تراعي آمالهم وتطلعاتهم ولا تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الإنسانية وخصوصية فئاتهم العمرية